ما حكم العمل في شركة عالمية تدعم الكيان الغاصب بالمال وطبيعة عمل الشركة شاء البرمجيات العالية وتصنيع الحواسب الآلية فائقة للسرعة الجواب عن هذا أن التعامل مع الحربيين مباشرة أو من خلال بعض الشركات التي تدعمهم على أصل الرخصة في غير السلاح والعتاد ما عدم الإخلال بالمقاطعة الاقتصادية عندما تتهيأ وأسبابها والتي صدر بها قرار من مجلع فقاء الشريعة هالذا أذكر به وقد ذكرته مرات المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر وإذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراءا أيا كان المتعامل معه برا أو فاجرا مسلما أو كافا فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة بل لا يبعد القول أن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما لكن ينبغي أن يصدى بهذه المقاطعة قرار من أهل العلم وأهل الخبرة لكي تكون فعالة ومحققة لمقصودها ترجمة نانسي قنقر